اشتركوا في القناة ومهاراته الذاتية لذا انتقل من العمل في قطاع الصحافة والإعلام إلى العالم الرقمي في شقه التجاري فتمكن من إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية في مجال البيع والشراء وحتى التسويق ومنها مول إلكتروني بتقنية الثروادي أو ثلاثية الأبعاد هذه الارتكارات جعلته يحظى بدعوات للمشاركة في مؤتمرات عالمية فمثل المغرب في قمة المعرفة التي أقيمت بدبي ونال تقدير اللجنة المنظمة لن أطيل عليكم وستوجه مباشرة لأيت ملؤل حيث ينضم إلينا من هناك ياسين لتبات المبتكر المغربي ياسين أهلا ومرحبا بك شكرا بزيف على الدعوة وشكرا بالقناة على الاتفاة الطيبة هذا واجب مرحبا بك ياسين إذن أنت خريج معهد في أقادير معهد التطبيقات المستمرة شعبة صحافة وإعلام عملت في الميدان مع مجموعة من المنابر الإعلامية ولكن جاءت جائحة كورونا لتمثل القطيعة مع صاحبة الجلالة مع القطاع أو السلطة الرابعة كما تسمى وتنتقل إلى مجال آخر فيه الكثير من الابتكار حدثنا أولا عن هذا الانتقال من الإعلام إلى الديجيتال وإن كان هذين القطاعين قريبان من بعضهم البعض طيب بالنسبة للصحافة والإعلام هو كان حلم طفولي وكان حلم يعني دائما كيراودني بشأنني نوصل دائما تنشوف تلفازات يبلدك الموديع والصحفي والخبر فبغيت نكتشف يعني الخبر هذا المراحل التي يقطعها وهذه الأشواط كلها التي يقطعها وتتوصل نحن كقارئ أو كمشاهد فبغيت نكتشف هذا البحر هذا اللي كبير كبير فمن بعد خديت الباكالوريا يعني انتقلت كنت حاولت محاولة باش نعني ندرس بالمعادل عالي في الرباط وهذا فالإمكانيات ربما ذلك الساعات ما ساعدتني فكانت هذه الفرصة وحكايتي مع الفرصة هي حكاية غريبة شوية لأن كلمة فرصة عاونتني بزاف حياتي فجأت واحد لوفر ديال أنها ونقرأ صحفة والإعلام في هذا المعاد هذا اللي كان فيها أساتدامي هنيين وكانت فيه شاركة مع واحد مديرية المكلفة يعني بتكوين وبتأهيل وكانت يعني كانت تكوين أكاديمي وفيه يعني تقريبا بحالة قلتي قرأت في معاد عالي فالحب ديالي والشغف ديالي للسلطة الرابعة ما عمرني قتلتو ولا ما عمرني حبستو فمن بعد خديت الدبلوم ديالي درت تجارب هنا في مدينة قادير اشتغلت كمصوة ككاتيف لورغ هنا كنت تعجبني الكتابة من بعد انتقلت مدينة الضربة التي اشتغلت فيها بعدة مؤسسات اشتغلت على مستوى التحرير على مستوى التصوير وتحرير الفيديو من المونتاج من الجرافيك من الديزاين كذلك كنت حياتي المعانية تقريبا بنيتها بين كازا والرباط كنت هنا تنشتغل في هذه المؤسسات والقراسي تنضير بزاف ديالي طاش القراسي كان موطي وكان ديالفيديو مؤسسة اخرى كنت نخرج كمشي كنت ندير تصوير كنت نكتب لارتيك انتقلت العمل مع مؤسسات الفازية وكانت جبرني على انهم جزمات ده متكاملة وكاملة فيها الفيديو فيها تكتابة تحرير فيها كل شيء فالقراسي انهم قادر انهم ندير كل شيء فالانتقال ديبل ديجيطال هو خطوة اخرى يعني العمل ديالي في المؤسسات ما كانش عندو دك الطابع الصحافي اللي تيخرج كتاب وصور بزاف كنت نشتغل في الشق اللي هو الديجيطال اللي هو هادشي على مستوى المنصات والتواصل الاجتماعي كنت كان صاحب الكنسيبسيون ديالي بوستغرافيك كنت كان تدير المونتاج كنت كان محطة على كيفاش نقدر ندير الريتش في الفيسبوك كيفاش نقدر ندير نطلع السيو يعني كنت كان محطة في الأمور التقنية أكتر كما بقيتش هادك الصحافي اللي غي كي يصمور وكي يمونطي وكي يكتب ولكن مشيت لما هو تقنية أكتر فالكون فيلمو مني رجعت للضروف والأقدار خلتني نرجع للمدينة ديالي نرجع لبيت ديالي هنا فين غير يبدأ أتبدأ أدخلها بين البيت ديالي وبين الكتب ديالي والنحويج اللي كنت كان نديرهم هادش حال فذيك الفطرة كما هو معروف ما كانش عندك فين تخرج ما كانش عندك فين تقدر دير شي حاجة اللي خارج البيت ديالك يا سيني لا سمحتي قبل الانتقال إلى مرحلة الحجر الصحي يعني هناك صحفيين كثر عملوا عن بعد لماذا حدثت هذه القطيعة مع قطاع الإعلام؟ لماذا حدثت؟ لأن المستسل اللي كنت كانت نشتغل فيها كانت ديك ساعات لظروفها قلت لنا أنه ما يمكنش نستمر في العمال لأن الأجر ديك ساعت ما غادش يكون وغير ينقاطع فأنا انقاطعت على هادك صحفي فسالت هذه الفترة ديالي إلا وأنه عاود يعني المدير ديك ساعت عاود عيات لي وهذا ولكن ما كملش أنه صحفي القطرسي في حاجة أخرى عرفت علش سولتك يا سين لكي نوضح للسادة المشاهدين أننا حين نتحدث على أن مقاولات كثيرة صرحت العمال ولم تعود قادرة على أداء الأجور وتقديم الواجبات المنوطة بها هذا بالفعل واقع معاش وحتى قطاع الإعلام بدوره تأثر من من كانوا يعملون غير مرسمين أو فريلانس كما يقال تهمت أثروا وكان عندهم واحد الأثر السلبية لجائحة كورونا ومنهم من انتقل إلى عوالم جديدة وهو ما نعطي بك ربما اليوم كتجربة ومثال ربما في هذا المجال ولكنه يحتذى الحمد لله لأنك يعني دخلت عالم الابتكار تفضل كمل ياسين الله يعطيك الخير فهذا الانتقال هذا هذا الشيء الأشجائي لأنه كنت دائما كنت مقابل بيستيديالي كنت مقابل غير الويب مقابل غير العالم الأنترنت والديجيتال فأنا بدأت هذه الفكرة لأن هذه الفكرة كانت عندي شحال هذه لأنه أول صالير كان عندي ماشي صالير أول ربح مادي خديته أنا في حياتي فاش بديت منها كانت عندي تقريبا 14-13 سرعة كان من الحاسوب كانت في ساعة الوالي كنت نجحت في المرحلة من المراحل الدراسية وهو جلب لنا بيستيدي كانت فرحة كبيرة فأنا بدأت كتشف هذا البيستيدي وزيادة على أنك نبدأ نقرأ ونقلب كانت عندي الأم ليس لدينا لعبوا فيه كنت تقول لك قرأ إلا ستقرأ فيها لا ستقرأ فيها لا تقرأ بشله فكذلك فأنا أرى أن أقرأ وكانت تقرأ لأنني أقرأ كانت في الأولى الإجبار ولكن كانت في الأولى لقيت حلاة وخصة لحب لقيت شيء لأحب لدينا فأناد حاسوب فأنا أقرأ أونلاين وكانت هنا وكانت أول عمل كنت أقرأ فيديو وكانت بيعهم في الدرب كنت أبيعهم 10 دراهم أو 7 دراهم أنت باقي صغير ولقيت واحد بخدوه هو غنطاب يعني ما تخسر عليه والد وحتى لي سيدي كان يجيب لي الوالد يعني سيدي يتخويين بزاف وكان غرافي وكان بيع فكانت واحد حاجة زوينة وكانت واحد العلامة وواحد الألارم أنه هذا البيسي هذا راح يقدر يجيب لي واليوم أين يتموقع ياسين في عالم الإبتكار فيما يخص خاصة البيعة الشراء التسويق على مستوى المنصات الرقمية ما فهمش سؤال أستاذ؟ اليوم اليوم بعيدا عن الفيديو جيمز أين تتموقع على مستوى المنصات التي قمت باستحداثها للبيع للشراء للتسويق عبر الإنترنت والحالية تموقع إحنا باقي في الديفلوبمون يعني الآن بغيت أنا واحدة مهارات تكون عندي واحدة البلاتفورم التي تكون كبيرة بزاف ورقوا فيها الناس ونخدموا فيها مزيان وتكون أقل أضرار وتكون ما فيهش مشاكي تقنية أنا خدام على هذا الحلم هذا وخدام على هذا الهدف وماكرتش أنه أنا باقي خدام عليه ماكرتش أنه نكون علامة مغربية أو لكي تكون رسالة للناس الأخرين أنه المغرب اليوم ستكون أدمغة مغربية اليوم تبارك الله ستكون هناك نبان أنا أو هناك نبان غيري فهذا العمل هذا هو في نهاية المطاف مني فيه تكرفيس فيه تعمارة ولكن الحلاوة لها أنا مغريبي سأشرف بلادي في بلازة أخرى سأشرف بلادي في بلازة أخرى سأشرف بلادي في مدينتي واحد العناء اللي دوزته أنا كان جنيدتي ما دياله ثم سنقول له حتى الوالدين ديالنا اللي سأعانوا معنا وهذا الله يسمح لنا من الوالدين تعملوا صحيح يشير نشاهد وأنت تتحدث يعني صور لمشاركتها في قمة المعرفة هناك في دبي شهادة الدقدير التي حصلت عليها الدعوات التي تتوجه إليك نموذج شباب العربي أيضا دعوة أخرى في الولايات المتحدة اليوم ماذا طورت يعني هناك حديث عن منصة آمنة للبيع والشراء والتسويق داخل الإنترنت هناك خود برود أيضا مجموعة أخرى تتعلق بالكوسميتيك أو المنتجات الفلاحية مول ثلاثي الأبعاد مجموعة من التجارب التي تخوضها أو تعكف عليها الآن من أجل أن تخرج إلى الوجود حدثنا عنها بتفاصيل أكثر طيب خود برود جاءت هي الفكرة من بعد أن وصافي قد نطلقها للبلاتفور فأطلقت خود برود خود برود هي واحدة من السنة الآن التي حاولت نعالج فيها جوج نعالج فيها نوفر فيها الخدمات التي يحتاجها أي واحد سيبدأ لأنه درت أنا واحد ما ننسوش أنه أنا طالب في علم الاجتماع وهذا الطالب وهذا العلم هاته يخليك تكون قريب لمجتمع أكثر سيكولوجية الجماعير معا مستدر؟ اسمح لي خاطعتك قلت لك على دراية طلاب علم الاجتماع بسيكولوجية للمستهلكة أو الجمهور بشكلها نحن نعالج في علم الاجتماع لأنك تكون دينامية للمجتمع ولم ننسوش أنه أنا الآن أنا هو واحد من أبي من العلم الاجتماع والأم ديالي صحفة يعني كانت عندي كانوا الجينات ديالي هو الباحث وتطوير هو الأغوشيخ كانت عندي شيئا مهمة فعرفت أنه كل واحد كي يبغي يبدأ التسويق الإلكتروني كي يوحل مشاكل في الأداء مشاكل في التوصيل مشاكل في معالجة الطلبات ومشاكل حتى في التخزين فأنا جمعت هذه المشاكين كلها حاولت أن نخرج بحل بسيط وسليس ولقيتها وخدمت ودبا حاليا هذا الشيء هو باش خدام يعني خد بروض اليوم كتعالج هذه المشاكل كام يعني اليوم الزابون أو الموزع أو صاحب المنتج ما غير يبقاش عنده نهائيا مشكل مع التوصيل مع معالجة الطلبات مع التدقيق في الطلبات التتبع ديالها للتوصيل ديالها حتى الزابون دياله وحتى البييمون أونلاين الدفع سواء نقدا عن طريق الافتلام أولا يعني أونلاين يعني هذه المشاكل كلها هي عالجة تأخذ قروض وباقي كنعالجوه في مشاكل أخرى اللي هي تقنية نحن نأخذ دائمين عليها نعم اليوم أنا بديت أنا اليوم أنا بديت اليوم ببوحدي فاليوم الحمد لله من بعد الفكرة شفتها نزيان أسس شريكة أنا و أنا صديق ديالي فأسسنا شريكة اليوم الفارق ديالنا غادي وكي كبر نار وبعد نار فأنا كنتفرح كنتفرح وأخا كي نعناء وأخا كي ما قلش كي نتعب كي نبزل الحمد وانك تفرح وانك تشوف على الفارق ولكي كبر غادي انت بديتي واحد تستقطع عشر أمر جميل ربما وبالفعل يعني اليوم ما نبحث عنه هو أنه واكب المهن الجديدة مهن الجيل الجديد وأن يكون لدينا شباب مبتكر يؤسس المقاولة وإن كانت صغيرة جدا ولكن ستصبح صغيرة ومن ثم قد تصبح متوسطة إلى أن تصل إلى مقاولة كبرى على غرار كبار العالم الآن من إيلون ماسك إلى بيزوس إلى آخرون الذين دخلوا غمار مجموعة من المجالات التي كانت يعني غير معروفة ربما للمستهلك العالمي ولكنها اليوم أصبحت جزء لا يتجزأ من يوميات المستهلك حول العالم بغاية نهدر معك يعني بالأمس ونحن نحضر للحلقة تحدثت معي حول المول ثلاثي الأبعاد مول طروادي يعني الإنسان كيمشي من هاتفه الذكي من جهازه الذكي وكأنه بالفعل يدخل بنظام محاكاة إلى مول تجاري ويبدأ بالتبضع في داخل المول بطريقة مبتكرة نوعا ما بغيت تفاصيل أكثر الناس تفهم شي شوية حول هذا الموضوع طيب بالنسبة لخدليك هي واحد المول واحد السوق إلكتروني الفكرة منين جات جاتني ديك ساعة كنت عايش في الضربة وكانت نشوف هذا التوصيل كان عندي كان عندي سحابي كديروا التواصل في المول يعني كيمشيوا المول هذا وكيصوروا السلعة الكليان ديالون في الواتساب وكان نشوف أنا واحد العملية اللي هي مرقادة باش نمشينا التال مول ونصور ونصفت الكليان ديالي باش يعطني لأوكي باش نجيبلي هذي كلمات البروضويفا فتما قلت علش ميكوش عندي مول لليك ترواضي من التليفون ديالي ندخل ونشوف هكا السلعة ديالي ونشوف المواد اللي بغيت نشري ودخل الزبون ويشريكي ما بغى يعني عنده الإمكانية كتكون عنده واحد البانية يتهز في هذك شي اللي بغى بحال اللعب بحال جيم بحال اللعب وكيهز هذك شي اللي بغى وكييدفع 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 لونك هذي هي فكرة يكينة واحد فكرة تقريبية ماشي بحال بحالها كينة أمريكان ولكن أنا حاولت مطورها بها الطريقة هذي أنه قددخل وكييدفع المواد اللي بغيت وكييدفع فيما بغيت هذه هي الفكرة التي أخذ لك لأن أخذ لك أنا لأشاهد أنه عندي واحد تيمد لأسماء لأنه كما قلت لك واحد النهار كما قلت لأستاذ كان حاول واحد النهارات من فكرة أنه سنكبر البروجي ديالي وتعني تكون عندي شركة كبيرة وزوينة وتكون فارغة تقريبا أنا ربع دارا مريض في هذه الناس عزاء ذاك شريكي يعود وذلك الناس خيالي وواحد الرسالة المهمة بأشن واحد حكمة زوينة في هذه القصص هو كتقول أنه أشوف واحد كيف يبدأ وكيف هاش ولا يعني كتقول كانت الوالدة ديالي مني كتبغيت ويبخني كتقول يا شنو بينكو بينها داك يعني رأى في حد ذاتها هذة الكلمة هذه رأى الفرق الفرق البسيط أن هؤلاء يعني يفكرون out of the box يعني لديهم تفكير متفرد والإبداع يكون ياسين صدقني يكون دائما وابدا بالفكرة وليس فقط في التطبيق الفكرة الخلاقة هي التي تخلق لنا أسلوب جديد في التفكير وأيضا في التطبيق كيف تنظر لهذا العالم العالم المتنامي بشكل سريع وسريع جدا التجارة الإلكترونية وهل هو بالفعل آمن إلى أن يساعد نوعا ما المبتكرين في هذا المجال المضي قدما في مشاريعهم بالنسبة للعالم الجديد بش نكون صراحين العالم الجديد اليوم واقفين علي يعني هو واحد الحاجة التي تتفرض رأسها سواء بغينا نمشي معاه سواء بقينا معطلين أنا واحد يعني هو دي ما يبقى واحد الحاجة ضروري بحالة قلت واحد توابل في واحد الطبق فالعالم الجديد اليوم ما صلت سؤالي ومهم لا وهو 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 آمن الديجيطال اليوم ما سنكذب عليك وما سنجعل شي واحد يقول لك شي حاجة أنه نحية الأمن المسائل المسائل الأمن الإلكتروني والأمن في الديجيطال صعيب نقوله ونجزمه يعني ب داتجة نهائية الأمن في الديجيطال صعيب العدة أسباب ومن بينها الأبرز هذه الأسباب لأنه العالم ديجيطال ماشي دينا نحن غير شدين منه شوية يعني من الصدف من تحركه وكأنه كما إلا بمساح لك يعني بحل كان دول خريق يعطيك واحد الأرض وأنا كفلاح غير كان جي كان زرع فيها مثلا كريتا يعني كان بلاتفورم لما ما زال ما نقدر مشي تحت 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 جميل الأمور واضحة لديك أيضا مشروع تعمل عليه يتعلق الأمر بخارطة ربما ما تتعلق بالمسافر حين يأتي لمدينة ما تأخذه من المطار وتعرض عليه كل مكونات هذه المدينة وتوصله إلى الأماكن التي يريد يعني لها علاقة بالمسافر هي الفكرة كيف أجت أجت من أن أصلا لعبة مغربية تتعب في المدينة وليس حال هذه والفكرة كيف أجت نحن في مدينة أغادي كما نعرف نعرف مجموعة من الإصلاحات في البنية التحتية خصوصا القصبة لدينا فكرت لماذا لا تكون لدينا لعبة يستطيع لعب فيها السائح ويستمتع في المدينة هو وكأنه يدور فكرت أنه سيكون جهاز في حال واحد يجيش في المطار يأتي المسافر يسكن واحد الكود وكيف تعطي في هذه التلفازة يشوف أو في الابليكاسون يشوف الأفاتار أفاتار هو نسخة من وجهة ولكن مرسومة هذه النسخة مثلا يمشي على رجله يأخذ طاكسي يمشي لمدينة يشوف الوطيل يشوف الشوم برلين يشوف المدينة ترواض وكيلعب وهو مستمتع وكيشوف المدينة كما هي لماذا فكرت فكرة فكرت باش تكون الدولة ديالي بصفة مسباقة لهذه الفكرة وكنت من لنخصها دعم من الناس المسؤولين بالحديث عن الدولة وعن دور الدولة والدعم أيضا يعني تعلم أنه هذه الفكرة قد تزكي طرح المدن الذكية سمارت سيتي وهي موجودة في مجموعة من دول العالم التي سيسيطر عليها الذكاء الاصطناعي والسنكم جنراسيون إلى غير ذلك يعني الجيل الخامس من انترنت الأشياء فهذه الفكرة ربما تتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي وبما أنك تحدثت عن الدولة والدعم المادي هل وجدت دعما سواء من القطع الخاص أو العام وفي نفس الوقت ما رأيك بالمبادرات الحكومية التي كانت أو التي انطلقت مع الحكومة الجديدة على غرار انطلاقة أو راش فرصة وغيرها وهل استفدت أو طلبت ربما الاستفادة من هذه المبادرات طيب تبارك لا تدات أسئلة أستاذي طيب السؤال الأول أنه لليوم الدعم ما زال حاليا ما زال ما تقدمش ما تقدمش التشهيد دعم لأنه تنشوف رصير بما ما زال ما تنستاش لأنه ما زال ما وصلش البروجه إلى مرحلة نهائية ما زال أنا راصي ما زال ما راضيش علاش يحويجاج باقي كي البروجه ولكن بنسبة المبادرات الحكومية هي مبادرات مشكورة بزاف إلا كان غير يكون فيها إنصاف وغير تكون فيها تساوي وغير يكون فيها بزاف الحويجات هي مشكورة بزاف الحكومة دينا على هذه المبادرة علاش لسبب واحد لأنه اليوم أولينا كشوف المبادرات الشابة والمقاولة الشابة كتشغل لنا كتجر معها واحد اليد عاملة يعني كتوفر لنا مناصب شغل وسبح الله العادي هي أنا شفت هذا حتى إحنا عندنا لأنه كتشوف المقاولة الشابة نتان دير أنا مقاولة ضرورة يخصني نخدم مع نخدم مع ناس أخرين فكتلقاها كيحرك لك واحد كيعاون لك هذه النسبة لبطالة مقص اليوم التسويق الإلكتروني ولا التسويق الشابكي ولا حتى الديجيتال بصفة عام ما راح أخدم لنا بزاف دي الناس خصوصا لكم تحركوا بزاف دي الدريولو كيديروا للي بريزون بزاف الناس خدموا في المعالج الطالبات يعني كين واحد 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 المستقبزوين مع المقاولة الشابة ومع الدعم ديالها إلا كان غدي تشدو بدي وواحد المتنفس في نتخدم المقاولة الشابة في دقيقة يا سين إن سمحت كيف تنظر إلى تعامل أيضا المغرب مع العالم الابتكار صراحة كنتمنى نزيدوا شوية نزيدوا شوية ونجيدوا نخليوا المساحة أكثر وأكثر وأكثر للشباب ما نحاولوش نديروا ما نضيقوش مثلا أنا قريت غير مؤخرا أنه مثلا البيت كوين والتعامل بيها لقنا المغرب أنه طالع في حين أنا محضورة بحلقة واحد تناقض فأرينا الشباب أرينا المتنفس أرينا المساحة أكثر وأكبر لكي نخلي الشباب اليوم يمشي ومزيان لأنه هو هذا ما في الخير دائما على بلادنا وكانت مننا زعمال لأنه تشدو بيدينا الشباب نحن روخاء قطعنا العدد من أشوط ولكن نائما بغينا بغينا الحكومة والمسؤولين نختم بها الدعوات ديالك ياسين شكرا جزيلا لك ياسين لتبات وأنت مبتكر مغربي كنت معنا مباشرة من أي تمل شكرا جزيلا بالتوفيق لك ياسين ولكل من هم على شاكلتك ويسيرون في ذات الدرب بهذا المشاهدين أو على ذات الدرب نصل إلى ختام هذه الحلقة من ضيف التحرير لكم أجمل تحية إنما كنتم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر